لهذا المرض وحول آخر علاجاته ينضم إلينا هنا في الستوديو الدكتور علي محمد الدبيات استشاري غضة صماء وسكري أهلا بيك وصباح الخير عليك دكتور علي رح نور يعني أعتقد يظل مرض السكري المزمن شغل شاغل لدى الباحثين الصحيين والأطباء المتخصصين في كل مكان حول العالم خلينا نبدأ من آخر المستجدات وإلى أين وصلت آخر الأبحاث المهمة في محاولة التوصل إلى حل جذري أو علاج ثوري لهذا المرض المزمن شكرا بأسل شكرا لنا على الاستضافة طبعا وجبت أن هنا لوجود نوعين من السكر النوع الأول والذي هو النوع المناعي الذاتي الناجم عن تدمر خلايا بيتا المنتجي للإنسولين وهو معتمد على الإنسولين بشكل كامل والنوع الثاني ناجم عن ضعف في أداء الإنسولين أو ضعف في إنتاج الإنسولين الداخلي وعادة أن يكون مرتبط بالبداني طبعا هناك تطورات رائعة حصلت في المجالين النوع الأول مثلا لدينا أنسلين فائق السرعة يحمي المريض من ارتفاع السكر السريع بعد الوجبات هناك أنسلين بطيء يعطى مرة واحدة في الأسبوع قريب إن شاء الله وهناك أبحاث أيضا على الأنسلين الفاموي أيضا من التطورات أيضا هناك مستشعرات الأنسلين السكر التي تمكن المريض معرفة السكر بشكل مستمر بغنى عن وغز الإصبع هناك تطور في مضخات الإنسولين وحتى ربط المضخات مع مستشعرات السكر بشكل أن المضخة ترفع وتخفض الإنسولين المعطلة للمريض بشكل تلقائي من دون تدخل المريض بشكل عام بالنسبة لأن هناك أيضا أبحاث على زراعة الخلية الجذعية ونحن بانتظار بشغف نتائج التحائل هذه الدراسات قريبا إن شاء الله في الولايات المتحدة النوع الثاني حصل تطور رائع وكبير جدا في أنواع الأدوية التي تنظم السكر تحمي المريض من العقابيل القلبية والكلوية تساهم في إنزال الوزن وتحسين نوعية الحياة بشكل عام أيضا هناك تطور في المعرفة نعرف الآن أن كل إنسان عتبة معينة إذا تجاوزها من حيث الوزن يمكن أن يصاب بالسكر وإذا نزل دونها يمكن أن يزول عنه السكر وهذا ما حصل عليه يعني تعقيبا على هذه النقطة دكتور علي بالنسبة لعلاج السكر من النوع الثاني عن طريق جراحة إنقاس الوزن فعليا قديش هذا الموضوع ممكن يساعد مرضى السكري بشكل رائع وكبير جدا طبعا عند انتقاء الحالات بشكل دقيق طبعا العمليات الجراحية التي تساهم في إنقاس الوزن تصل نسبة زوال السكر فيها إلى حدود التسعين بالمئة إذا كان انتقاء المريض والعلاج تم بشكل صحيح طبعا مثل ما تفضلتوا بالتقرير هناك عملية تكميم المعدة وتحويل المسار تحويل المسار فعال أكتر في إنقاس الوزن فعال أكتر في الوصول إلى زوال السكر ولو أنه نعملي معقد أكتر فرصة عودة الوزن بعد ذلك هي فرصة أكبر عند التكميم وهي أقل عند تحويل المسار طبعا تحويل المسار فعال بشكل كبير إذا أقيم بيد أميني طيب ما هي العلاقة السكري والبانكرياس والمعدة يعني لماذا تنجح هذه العملية عملية تحويل المسار في القضاء على السكر من النوع الثاني تماما طبعا هناك العديد من العوامل أو الميكانة الزمزل التي تسببها الشيء أحد منها نقص السعرات الحرارية لأن المعدة تصبح صغيرة الشيء الثاني تصبح فعالية الأنسلين أقوى يعني مقاومة الأنسلين تنخفض في جسم الإنسان الكبد يصبح حساس أكثر للأنسلين وبالتالي إنتاجه الداخلي من السكر ينخفض عند مرضى السكر يكون مرتفع تتغير بيئة الهرمونات المعوية الداخلية تكون قليلة ومضطربة قبل العملية تتحسن بعدها أيضا تتغير دورة العصار الصفراوية عند تحويل المسار كل هذه الإجراءات تؤدي إلى تحسن في فعالية خلايا بيتها المنتج للأنسلين وتؤدي إلى تغيير البيئة الهرمونية بالجسم وتحسنها مما يساهم في الوصول إلى زوال السكري ودكتور علي أنت ذكرت 90% أنه ممكن نقاط الوزن يساعد في هذا الموضوع لكن هل يمكن الشفاء بنسبة 100% من مرض السكر للنوع الثاني؟ من الصعب تأكيد 100% لأنه ليس كل مريض سكري من النوع الثاني نحن نتحدث عن النوع الثاني لديه فقط مقاومة أنسلين ممكن أن يكون هناك أخطاء جينية ممكن يكون هناك مزيج ما بين النوع الأول والثاني يسمى لادا فإذا قيمت الجراحة يتحسن السكر بشكل كبير ولكن يبقى السكر نتيجة نقص الإنتاج الداخلي من الإنسلين نقطة ثانية إذا كان المريض لديه سكر لفترة طويلة وكان هناك فشل في خلايا بيتها بشكل كامل زوال العوامل الضارة عن السكري تساعد بشكل كبير ولكن لا يوجد إنتاج داخلي وبالتالي يحتاج المريض ليتابع في العلاج بالإنسلين هذه الحالات تخلينا أنه منقل 100% ولكن إذا كان السكر تم تشخيصه مؤخرا يعني خلال عدة سنوات وكان هناك إنتاج الإنسلين الداخلي فرصة الشفاء من السكري كبيرة جدا إذا نزل الوزن وإذا تم الحفاظ على الوزن طيب ماذا عن المخاطر أو المضاعفات هل يمكن لأي طبيب يجري هذه العملية إجراءها لمريض يعاني من السكري؟ طبعا لا ليس كل طبيب هذه العمليات عمليات دقيقة وتحتاج إلى التدريب والتمرس وتمرن لدى الطبيب الجراح وبالتالي فقط أنا أقصد الطبيب الذي يقوم بهذه الجراحة مع مرضى آخرين هل يمكن أن يقوم بها بنفس الطريقة مع مريض السكري؟ أم أن هناك طريقة معينة؟ طبعا لا دى مرضى السكري نفضل عملية تحويل المسار لأنها تسمى عملية جراحة استقلابي تغير البيئة الهرمونية بجسم الإنسان مقارنة بالتكميم لشخص الغير مصاب بالسكري قد تكون مفضلة لديهم لأنها ذات مخاطر أقل بشكل عام يعني الطريقة الجراحية هي متشابهة من حيث المبدأ هي تصغير مدى وتحويل المسار من حيث المبدأ شكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح دكتور علي محمد الدبيات استشاري الغضد الصماء والسكري شكرا جزيلا لك شكرا مشاهدين الإحصائيات